دعا البيت الأبيض جميع الأطراف إلى التعاون في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وزيادة حجم المساعدات المقدمة للمدنيين من جانبه أكد المفاوض العامل وكالة الأونر وفليب لازاريني أن سلطات الإسرائيلية تواصل منع البعثات الإنسانية من الوصول إلى شمال قطاع غزة محملة بالإمدادات الحيوية بما في ذلك الأدوية والأغذية للأشخاص المحصرين وفي تدوينة اللهو على منصة أكس أكد لازاريني أن المستشفيات في قطاع غزة تعرضت للقصف وأصبحت بلا كهرباء بينما ترك الجرحة دون رعاية طبية